بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى شرف المرسلين اليوم إن شاء الله نشوف نكمل التشابتر 1 إن شاء الله نشوف الليكتشار 9 الليكتشار 9 نحن نشوف فيه اللي هو سكريبت فايل سكريبت فايل ايند اديتور نشوف كم ممكن نعمل برنامج يخص بنا نحن نحل بيه مسألة معينة أولا كيف أفتح صفحة صفحة اللي بيتتوب عليها البرنامج اللي هي الأديتور في عندي عدة طرق ممكن نفتح بها ممكن مباسرة من هنا شايف نيو سكريبت أضغطه على هذي تفتح لي هذي الصفحة أكتب البرنامج وأحفظه بالاسم اللي وديها وأنفذو في الوقت اللي بديها أو هنا بروح للفايل نيو سكريبت نفس الشي يفتح لي نفس الصفحة أكتب البرنامج أحفظه بالاسم اللي بديها وأنفذو الوقت اللي بديها أو مباشرة على كماند ويندو نحط edit volume dot m أديت معناها ودي أعمل editing شغلة جديدة يعني بدي أفتح برنامج جديد باسم إيش باسم volume و dot m هذي اللي هي extension تبع الماتلا أوكي لاحظ حيفتح لي نفس الصفحة لكن هيزيد عليها بشي هنا فتح لي نفس الصفحة لكن أعطاها اسم حطوا فين؟ حطوا على الديسكتوب على البروغرام على الـ volume dot m أنا سميت volume dot m لكن هو سمى مباشرة البرنامج أعطاه الاسم اللي أنا وديه أروح أكتب البرنامج اللي عندي نفس البرنامج اللي شفناه لما جينا نستخدم نحسب الـ volume وكنن نزيده بنسبة 30% ونشوف إش هو الـ R الجديد لكن هنا ودينا نضيف عليه شغلات بسيطة ودي أعمل عليه CLC مثلا على الشاس يمحي الموجود على شاشة command window ودي أعمل عليه clear على أساس يمحي كل اللي موجود في الوركس بيس قبل ما ينفذ هذا البرنامج بس هذا البرنامج تبعنا ودينا نفذه في لينا عدة طرق نفذه بها ممكن نفذه مباشرة على command window مباشرة على command window volume لأن البرنامج أصنع اسمه volume وأنا موجود على current directory current folder هنا لازم يكون موجود في هذا المكان اللي فيه لكن لاحظ هنا في start صح فأنا لازم أحفظ هذا البرنامج لأن عملت عليه تغييرات زي CLC وكده لازم أخزنه ولو حفظته هنا هذه لما تكون مطفية معناه هنا مفيش star مع dot m هنا أوكي كتبت اسم البرنامج بس ما حتاش dot m ولا شيء كتبوا على command window وروح منفذ البرنامج يقول لي الرن هذه تساوي 1.63 لاحظ الرن هذه نتيجة 1.3 طب ليش ما ظهر لي على command window إلا الرن لأنها الوحيدة اللي ما حطينا عليها semi colon أوكي لأن هذه معناها أخفيها لا تظهرها على الشاشة لأنني أصلا ما هي مهمة عندي لأن المطلوب مني هو الرن بس أما لو ودي قيمة أي واحد منهم أروحين على ال work space ألقي نتائجهم كلهم موجودة الفي مزانة تساوي 14 الرن تساوي 1. كده في ان تساوي 18 شوف من فوائد كمان هذا البرنامج إنه لو جاء قال لك أنا النسبة المئوية اللي كنت زايت بها 30% لا أنا ودي إياها 80% ما تحتاج تكتب البرنامج من جديد لا بس هذا البرنامج تكتبه وتروح تنفذه من جديد بس لاحظ هذه لازم تكون مطفية وهنا ما فيش star هذه لازم تحفظ البرنامج هذا من جديد قبل ما تنفذه نحن المرة الماضية علشان نفذ هذا البرنامج كتبنا اسمه هنا فيه طريقة أخرى ممكن أضغط هنا مباشرة أو أضغط على Fn على F5 على الكيبورد يعمل نفسي حتى هنا لاحظ الرسالة اللي وضح لي هنا فيها F5 فأضغط هنا يروح بنفذ البرنامج يقول لي 1.82 المرة الماضية كانت كم؟ كانت 1.60 أوكي؟ إذن ممكن تقول لي لا الـ السفير أكبر منها كبيرة جدا 150 طبعا هذه حتى تتغيجر الـ Rn حتى تصيرها 180 والشغلة كبيرة جدا ممكن أنا المرة الماضية مرة كتبت هنا اسمه مرة نفذت من هنا هلأ بتضغط مباشرة على F5 على الكيبورد لاحظ راح نفذني البرنامج وأعطاني أنه الـ Rn حتى تصير 182 والنتائج البقية كلها موجودة هنا إذن شفنا كممكن نفتح برنامج كتبنا البرنامج نفذنا البرنامج عندنا هنا وهذا الهدف من هذا اللكتشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته